السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجموعة التعريف الدالج إذن مجموعة التعريف الد مجموعة التعريف الد هي X ينتمي إلى R ولكن هذا المقام يجب أن يخالف الصفر حتى يكون للكتابة معنا المقام يخالف الصفر يعني أن X مربع ناقص 1 يخالف الصفر يعني أن مجموعة التعريف هنا نستنبطها من هذا الجدول إذن X مربع ناقص 1 هي متطابقة هامة على شكل X ناقص 1 في X زائل 1 إذن نأخذ X ناقص 1 العامل الأول العامل الثاني في الأسفل ثم نبحث عن إشارة X ناقص 1 وX زائل 1 أولاً X ناقص 1 ينعدم في 1 وعلى اليسار لدينا عكس إشارة X ناقص ناقص فزائل X زائل 1 ينعدم في ناقص 1 يعني ناقص 1 زائل 1 وصفر ينعدم أو يصبح صفراً هنا إذن قبل الصفر لدينا عكس إشارة X يعني ناقص ثم زائل زائل الآن إشارة X مربع ناقص 1 هذه الإشارة هنا إذن ناقص في ناقص هو زائل ناقص في زائل ناقص زائل في زائل زائل يعني X ناقص 1 في X زائل 1 موجب في هذا المجال لهو ناقص ما لا نهاية ناقص 1 نخرجه من مجموعة التعريف لأنه يعطينا صفر في المقام اتحاد ناقص 1 يعني خارجاً من المجال ناقص 1 إلى 1 ولكن هنا سالبة ونخرجه 1 لأنه يعطينا صفر و1 زائل ما لا نهاية يعني تصبح الكتابة هكذا مجموعة التعريف تصبح ناقص ما لا نهاية حتى نصل إلى ناقص 1 ناقص 1 يعطينا الصفر ناقص يعطينا الصفر إذن نخرجه ثم نمر إلى هذا المجال الذي من ناقص 1 إلى 1 اتحاد نخرجه ناقص 1 من ناقص 1 إلى 1 ثم نخرجه 1 اتحاد 1 زائد ما لا نهاية 1 لا ينتمي لأنه يعطينا الصفر في المقام زائد ما لا نهاية إذن يعني Air ننقصه منها ناقص 1 إلى 1 يعني باختصار Air ناقص هذين العددين هذين العددين لا لست لهما صورة لا يوجدان في مجموعة التعريف وسواهما له صورة الآن 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 السؤال الثاني بيّن أن الدالة الجي فرضية إذن لتكون الجي دالة فرضية لابد من توفر شرطين أو تحققهما الشرط الأول يجب لكل X لكل X من مجموعة التعريف D لدينا أيضا يجب ناقص X ينتمي إلى D تتلاحظوا أن ناقص 1 و 1 متقابلان غير موجدا وباقي الأعداد موجدا موجودا يعني مثلا إذا أخذنا عدد من هنا سالب مقابل هنا موجب عدد من هنا مثلا أصغر من الصيفر حتى نصل إلى إلى ناقص 1 له مقابل في الصيفر حتى نصل إلى إلى 1 المهم هو أن ناقص 1 و 1 مستثنيان من مجموعة التعريف إذن الشرط الأول محقق لكل X من D ناقص X ينتمي إلى D هذا الشرط الأول محقق أي عدد من R ناقص ناقص 1 و 1 له مقابل مثلا أخذنا 5 ناقص 5 موجود 6 ناقص 6 موجود جدر مربع 2 ناقص جدر مربع 2 موجود وهكذا إلا 1 و مقابل و ناقص 1 الشرط الثاني يجب أن يكون لدينا جل ناقص X تساوي ناقص جل X يجب أن تحقق هذا الشرط لتكون الدالة دالة فردية إذن سوف نرى هل فعلا جل ناقص X تساوي ناقص جل X إذن نعود لدينا جل X هي X على X مربع ناقص 1 نعود نعود X بناقص X إذن ناقص X X مربع إذن ناقص X مربع ناقص 1 ناقص 1 إذن ناقص X ناقص X مربع X مربع ناقص 1 الكتابة أيضا صحيحة هكذا هذا ناقص نضعه بين البسط والمقام إذن هكذا تصبح X مربع ناقص 1 كما تلاحظون هي ناقص وهذه الجل X إذن تحقق هذا الشرط هذا الشرط تحقق كما تلاحظون فالدالة إذن دالة فردية الدالة دالة فردية الآن نمر إلى التمرين الثالث نبين أن الجل 1 على X يعني مقلوب X يساوي صورة مقلوب X تساوي G لناقص X يعني صورة مقلوب X تساوي صورة مقابل X مقابل X وناقص X لكل X من D بحيث X يخالف صفر لماذا X يخالف صفر لأن نلاحظ هنا X في المقام والتالي يجب أن يخالف X X يخالف صفر وإلا كتابة لسلامانا إذن نحسب أولا G لواحد على X نحسب G لواحد على X لنتوصل لهذه الصلة إذن G لواحد على X ونعود نعود هنا إذن X تصبح واحد على X X تصبح واحد على X X مربع ناقص واحد تصبح X في الأسفل X مربع ويصبح واحد على X مربع ناقص واحد ثم ثم نحصل نتابع الكساب إذن في البسط لدينا واحد على X هنا واحد على X مربع هذه الكتابة تصبح ناقص واحد تساوي واحد على X واحد في واحد واحد ناقص X مربع في واحد X مربع الكل على X مربع توحد المقامات الطريقة معروفة طريقة معروفة في كوسور إذن هذه الكتابة تصبح تصبح هكذا تصبح واحد على X في مقلوب في هذا المقلوب يعني X مربع على واحد ناقص X مربع الآن لدينا الضرب فقط يعني سأختزل بX يعني سيبقى هنا سأختزل بX سيبقى لدينا واحد على واحد يعني يمكن تشطيب عنه اللي يبقى هنا X على واحد ناقص X مربع اختزل X مربع هي X في X فشطبت على X وX فبقي واحد أختزل واحد ناقص X مربع هذه الكتابة أيضا تصبح X ناقص X مربع ناقص واحد هي أيضا هكذا عملت عملت بناقص واحد ثم أخذته إلى الأعلى وهذه الكتابة الأخيرة هي G لناقص X التي توصلنا لها سابقا هذه الكتابة إذن الآن G لواحد على X بعد حسابات طاولة كما تلاحظون وجدناها تستوجي لناقص X والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته